السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنواصل في مادة الميكانيكة الهندسية وذلك من خلال الشابط الرقم ثلاثة وهو أنوانه equilibrium of rigid models طيب اليوم هنشرح البروبلم ثري المعطى متاع البروبلم ثري يقولك أنه الشكل هذا جيب القوة أو الرياكشن الموجودة في الآي والبي طبعاً هنا هنا بين وهنا عنا لولار هنعوض القوة الموجودة ونجيب قيمة كل قوة الحالة طيب أول شي نعوض القوة الموجودة في النقطة آي عنا بين يعني هتكون قوة أفقية وقوة عمودية يعني هذه هتكون الآي واي وهذه هتكون الآي اكس نفس الشيء البي فيها رولار هتكون قوة واحدة على المحور العمودي اللي هي البي علشان نجيب الآي والبي هنبدأ استعمال قانون سيجما أم أي يساوي سفر يعني العزم بتاع كل القوة حول النقطة أي هذه هي النقطة أي هيكون العزم بتاعها يساوي سفر أول قوة موجودة اللي هي القوة البي هذا هو المحور بتاعة القوة بي وهذه النقطة يعني المسافة هتكون عشرين متر يعني هتكون عشرين في البي بالنسبة للشارع الاتجاه هيكون يعني دوران في الاتجاه هذا يعني هيكون عكس عقار بالساعة هيكون بلاس علشان كده يكون موجود بالنسبة للقوة الثانية اللي هي القوة هذه خمسين نيوتن هذا المحور من طاعة القوة وهذه النقطة يعني المسافة هتكون هذه اللي هي أربعة متر يعني هتكون خمسين في الأربعة متر لكن الاتجاه حيكون معا عقارب الساعة حيكون مينس القوة الثانية اللي هي الاربعين هذه المحورة بضعة القوة وهذه المسافة على النقطة بتكون عشرة يعني حتكون اربعين في العشرة بالنسبة للشارة حتكون يعني نفس الشيء الدوران حيكون في الاتجاه هذا حيكون بالمينس اللي هو معا عقارب الساعة هذا كله يساوي سفر طيب في المعادلة هذه المجهول الوحيد اللي هو البي نقدر نجيب البي بتكون يعني عشرين بي تساوي بنشيل هذا من كلهم بالنحية الثانية تصبح خمسين في الاربعة معا عربعين في العشرة يعني البي بتكون خمسين في الاربعة معا عربعين في العشرة على عشرين الناتج بتاعت البي بيكون ثلاثين نيوتن خلاص جبنا البي طيب شو الباقي الباقي نجيب الاي لكن الاي عندها توكم بصاند الاي اكس والاي نجيب او شيء نجيب الاي اكس بلاس اربعين يساوي سفر على طول الاي اكس هتكون بالسالب اربعين نيوتن خلاص جبنا الاي اكس عشان نجيب الاي هنستعمل سيجما اف واي يساوي سفر القوة الموجودة على المحور ي الاي والخمسين والبي اوكي ولكن البي هي معلومة اللي احنا جبناها منذ حين اللي هي ثلاثين نيوتن يلا بنعوذها الاي بتكون موج بلينها نفس اللي تيجها مع المحور ي بتكون البي نفس الشي موج وبتكون بلاس بي والخمسين بتكون عكس المحور ي بتكون ناقص خمسين يساوي سفر يعني على طول نعوذ بتكون اي واي تساوي خمسين ناقص بي يعني بتكون كم بتكون خمسين ناقص ثلاثين يعني الاي على طول بتكون عشرين نيوتن خلاص جبنا الاي واي شو باقي باقي الماغنيتشود الماغنيتشود متاحها سهل هيكون كم الماغنيتشود متاعت الاي هتكون الاي اكس سكوير بلاس اي واي سكوير كله تحت الجدعة التربية يساوي كم بيكون اربعين او ناقص اربعين يعني سكوير ما في مشكلة بلاس عشرين سكوير كله تحت الجدعة التربية النتيجة بتكون يعني اربع واربعين خاص لها ينو سبعين نيوتن هذه هي قيمة الاي بالنسبة لل ديركشن يعني هيكون الاي الاتجاه متاحها في الاتجاه هذا هذه الاي واي وهذه الاي اكس هذه الاي يعني الزاوية ستكون هذه التيتا التيتا ستكون كم تانث ماينس وان بتاعت الاي واي على اي اكس بنحووظها بتكون تانث ماينس وان بتاعت الاي واي اللي هي عشرين على الاي اكس اللي هي ناقص اربعين يعني الزاوية حتكون ستة وعشرين او ناقص ستة وعشرين فاصل ستة درجة هذه هي يعني ال ديركشن امتعت القوة اي طيب الحين هنمر لل البروبلم فور البروبلم فور يعطيك البودي يعني هنا عنا ثمانية حالات الحالة واحد الى حالة ثمانية في كل حالة يعني في حالة شد اما بين او رولر او شورت لينكس يعني في كل حالة عاوز يجيب لفري بودي دياغرام يعني هنرسم القوة على كل رسمة وبعدين هنشوف في اي حالة هالرياكشن هذة ستاتيكلي ديترماين او ان ديترماين لكن ما ننسى ان القوة بي هذه معطا ما هي يعني مجهول بتكون قيمتها ميت ان ديترماين هذة بالجواب على الجزء الاول من السؤال اللي هو هنرسم الفري بودي دياغرام لكل يعني حالة بالنسبة للحالة الاولى في النقطة اي فيه بين يعني بما انه بين هيكون قوتين قوة افقية وقوة عمودية يعني هيكون الاي واي والاي اكس هنا فيه قيبل يعني قوة الشد اللي هي السي بالنسبة الحالة الثانية هنا عنا كيبل بيكون شد واحد هنا هيكون شد هنا عنا بين في الحالة الثالثة يعني تكون قوة عمودية وقوة افقية نفس الشي عمودية افقية يعني بين نفس الشي في الحالة الرابعة عنا بين يعني هيكون هذا افقية وهذا عمودي لكن هنا عنا قوة واحدة اللي هي التنشين الحالة الخامسة فالنقطة هذه عندنا بين يعني حتكون قوتي هنا حتكون قوة لكن شايفين القوة عندها انحنا يعني حيكون عندها توكمبنس يعني القوة هذه ليه عندها توكمبنس ليه هذه وهذه هنا نفس الشي الرولر حتكون قوة واحدة في الحالة هذه نفس الشي حيكون قوتي هنا نفس الشي قوتي في الحالة السابعة بين حيكون قوتي وهنا رولر قوة واحدة. هنا بينت قوة تين وهنا كيبل قوة واحدة. هذا الفري بودي دياجرام متعة السهم هذه الثمانية. لكن هنجاوب على الجزء الثاني من السؤال اللي هو في اي حالة هنشوف انه هلا انه خلينا نتفهم على شيء. لما يكون عادة المجهيل عادة المجهيل بيكون يعني يعني القوة سيجما اف مجموع القوة لما يكون يساوي او اقل من ثلاثة. في الحالة هذي عادة القوة لما يكون يساوي او اقل من ثلاثة بيسمى. لكن اذا كان مجموع القوة يكون اكبر مباشرة من ثلاثة بيكون. اوكي. طيب خلينا نروح للحالة الاولى مثلا في الحالة لكم من قوة هذي قوة واحدة اثنين ثلاثة يعني ثلاثة مجهيل من القوة يعني ثلاثة في اي حالة في الحالة الاولى يعني يعني هتكون statically determined. اوكي. الحالة الثانية نفس الشي لو نحسبهم واحدة ثلاثة نفس الشي هتكون determined. الحالة الثالثة لو نحسبهم واحدة اثنين ثلاثة اربعة اربعة يعني اكبر من ثلاثة هتكون statically and determined. it. الحالة الرابعة نفس الشي هتكون ثلاثة قوة هتكون determined. it's certainly determined. الحالة الخامسة هنحسبهم يعني واحدة اثنين ثلاثة لكن هنا شايفين ما يقوى واحدة قوتي لازم نحسبهم الاثنين يعني هيكونوا هادم اثنين وهادم اثنين هيكونوا اربعة وهذه خمسة يعني هتكون اكثر ما ثلاثة هتكون undetermined. الحالة السادسة هيكون عنا اربعة قوة هادم اثنين وهادم اثنين هتكون undetermined. في الحالة السابعة هنا قوتين وهنا قوة ثلاثة هتكون undetermined. في الحالة الثامنة والاخيرة هيكون ثلاثة قوة هتكون undetermined. طيب هذه هي يعني كيف نجاوب على سؤال زي هذا. طيب اليوم نكتفي بهذا القدر. يلا ان شاء الله في محاضرة قدمة. السلام عليكم ورحمة الله.